تشير آخر الإحصاءات المتعلقة بجائحة كورونا إلى أن كسر حلقة العدوى لم يتحقق بعد فقد تم تسجيل وفيات وإصابات جديدة في عدد من ولاية الجمهورية فولاية منوب استفاقت على أربع وفيات وولاية بن عروس المهدي على حالة وفاة أما ولاية كبرلي فعرفت أعلى حصيل للمصابين منذ بدء الجائحة بالتسجيل 73 إصابة وسجلت ولاية باجا 20 إصابة جديدة هذه العينة من المؤشرات الدالة على ما يوصف بوضع وبائي خطير في البلاد دفع رئيس قسم الاستعجارية بمستشفى عبد الرحمة مامي بيريان الدكتور رفيق بوجدارية إلى المطالبة بضرورة إعلان حالة طوارئ صحية لكسر النسق السريع لتفشي العدوى الماكن الدولة من إيجاد أكثر عدد ممكن من الفروشات متع الوكسجين ومتع رينيماسيوة في القطاعين الخاصة والعام تخلي الدولة تتحكم في الموارد البشرية الصحية وتحولها أكثرها لتخدم في السيرفيس كوفيد تخلي الدولة تتوجه أكثر ما يلزم من الموارد المالية التي ليست مستعملة في قطاعات أخرى القطاع الصحي اليوم تخلي الدولة تتحكم وتسعر التكلفة من العلاج في القطاع الخاص واتبع التجاوزات لأنه فم تجاوزات كبيرة من الإجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها بموجب حالة الطوارئ هذه وفق المصدر ذاته الرفع من مستوى الوقاية الجماعية كاعتماد الحجر الموجه وخاصة لكبار السن من الكنفينمون أوريونتي لوكاليزي للكنفينمون مع الناس التي عمرها أكثر من 65 سنة ربما إعادة نشوف حكاية تنظيم وقت العمل في تونس ربما نشوف حكاية النقل لأنه تنجم تحط كمامة وتنجم تحط جزالة لا يمكن ترك الفكار معناها في 200 رقبة مع منها حتى شيء إجراء ويقائي يجب اتخاذه لتجنب الكارثة وفق وصف الدكتور رفيق بجدان